المفردات الحيوانات القرش ضفضع يرقة خفاش بات هذه الحيوانات استخدموا كل اسم منها في جملة من عندكم اكتب اسماء الحيوانات التالية في العمود الصحيح لدينا شارك قرش سنيك أفع فلاي ذبابة تود علجوم علجوم هو نوع من أنواع الضفاضع فرق ضفضع مانكي قرد روكودايل تمساح كاتابلر يرقة بير دوب هامينج بيرد طائر طنان ري سمك الأنقليس بيروت ضدغاء هذه الحيوانات علينا أن نصنفها في هذا الجدول أقسام الجدول هي إنسيكتز حجرات فيش سمك بيردز طيور ريبتايلز زواحف ميملز ثديات أمفيبيينز برمائيات إذن لنصنفها شارك سمك القرش هو من نوع فش سنيك الأفع هي من الزواحف ريبتايلز فلاي ذوبابة عبارة عن إنسيكتز حشرة تود علجوم وفرق ضفضع الأثنان برمائيات أمفيبيينز مانكي قرد هو من الميملز أثديات كروكوديل أيضا من الزواحف ريبتايلز كاتابيلر اليرقة من الحشرات إنسيكتز بير هو من الميملز ثديات هامينج بيرد الطائر الطنان من الطيور بيردز ري ري نوع من أنواع السمك سمك الأنقليس إذن فيش بيرت ببغاء بيردز طيور إذن هذه الإجابات مكتوبة إنسيكتز نضع عندها فلاي كتابيلر فيش شارك ري بيردز هامينج بيرد بيروت ريبتايل سنيك كروكوديل ميملز مونكي بير أمفيبيينز تود فرق تود فرق بيردز 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 اللون الأزرق هو المحيطات والتي تغطي ثلثي سطح الأرض الأرض مختلفة عن كواكب أخرى بيردز بيردز لأن مناخها مناسب البشر النباتات و أصناف الحيوانات مثل إنسيكتز الحشرات فيش السمك بيردز الطيور ريبتايلز الزواحف أمفيبيينز البرمائيات وماملز وثيديات إذن أصناف الحيوانات animal species هي هذه التصنيفات The temperature is tolerable الحرارة محتملة tolerate يحتمل tolerable محتمل أي يمكن تحملها and doesn't go from one extreme to another ولا تتغير من اتجاه إلى آخر أي أن الحرارة لا تتغير مباشرة أو فجأة من درجات باردة إلى درجات حارة بشكل سريع بالإضافة فإن الأكسجين هو الغاز الذي معظم الكائنات الحية تحتاجه للتنفس الأشجار والنباتات تزفره من الزفير لتؤمنه للكائنات الحية الأخرى إذن بعد أن استمعنا للفقرة كان السؤال Which three things make up life on earth أي ثلاثة أشياء تكون الحياة على الأرض الأشياء الثلاثة التي تكون الحياة هي السؤال الثلاثة التي تكون الحياة في نص الاستماع هل هي fact حقيقة أو هي the speaker's opinion أو هي رأي المتحدث explain The information provided in the audio script is mainly fact هذه المعلومات هي حقيقة مجردة أو بشكل رئيسي حقيقة However مع ذلك the speaker states their own opinion المتحدث يورد أو يذكر رأيه الخاص لدينا هنا speaker مفرد وذير جمع نستخدم هذه الطريقة في الكلام عندما لا ندري هل المتحدث ذكر أم أنثى أي لا نستطيع أن نحدد هنا his opinion أو her opinion فنقول their opinion when they describe earth as a beautiful blue planet إذن المتحدث يذكر رأيه الخاص عندما يصف الأرض ككوكب أزرق جميل إذن المعلومات جميعها حقائق حقائق مجردة لا يوجد فيها رأي شخصي لأحد إلا أن الكاتب ذكر رأيه الشخصي في هذه الجملة عندما وصف الأرض 2. What is the main idea of the listening passage ما هي الفكرة الرئيسية لفقرات الاستماع The main idea of the listening passage is to explain why life on earth exists 3. How does the speaker describe planet earth in his speech كيف يصف المتحدث كوكب الأرض في حديثه أو في كلامه The speaker describes planet earth as beautiful and blue المتحدث يصف كوكب الأرض كجميل وأزرق 4. What is the importance of plants on earth ما هي أهمية النباتات على الأرض Plants on earth النباتات على الأرض can serve as food يمكن أن تخدم كطعام أي تؤدي دورا كطعام and provide oxygen وتوفر الأكسجين and water for animals This makes them important for animals' survival هذا يجعلها مهمة لبقاء الحيوانات 5. According to the speaker وفقا للمتحدث Life on earth exists because there is water الحياة على الأرض توجد بسبب وجود الماء Give two ways of conserving water on earth أعطي طريقتين للمحافظة على الماء على الأرض ways of conserving water on earth طرق للحفاظ على الماء على الأرض Turn the tab off while you are brushing your teeth أغلق طاب الحنفية Turn off أغلق بينما تفرش أثنانك washing your hands تغسل يديك إلى آخره Start a campaign to raise awareness about the importance of saving water ابدا حملة Raise رفع لرفع awareness الوعي عن أهمية توفير الماء Pronunciation اللفظ 5. Listen to the words in the box Notice the sound of the R at the end of the words Repeat them استمعوا إلى الكلمات هذه في الصندوق لاحظوا صوت الحرف R في نهاية الكلمات كرروا الكلمات Say program is the sound of the final R the same as it is in the middle of the world هل صوت حرف R في نهاية الكلمة هو نفسه الصوت في وسط الكلمة؟ لنستمع معاً Spider Discover Equator There Bear Caterpillar إذن سمعنا Spider Discover Equator There Pear Caterpillar ما المميز هنا في هذا اللفظ؟ أولاً انتبهوا أن هذا الكتاب والمنهج الذي تدرسونه هو منهج بريطاني أي اللفظ هنا أيضاً باللهجة البريطانية القاعدة الأساسية أن حرف الار في اللهجة البريطانية لا يلفظ إلا في حالة واحدة أولاً سنتحدث عن الكلمات هنا الار هنا جاءت في نهاية الكلمة لم تلفظ لفظ الحرف الذي قبلها حرف العلة وعندما جاءت في وسط الكلمة أيضاً لم تلفظ ولكن متى تلفظ؟ استمعوا هنا إلى Program Program لفظنا الار لماذا؟ لأن الحالة الوحيدة التي تلفظ فيها الار باللهجة البريطانية هي عندما يتبعها حرف علة الار هنا جاء بعدها أو هنا أي إذن عندما يأتي بعد الار حرف علة فإننا نلفظ الار لدينا هنا كلمة كار إذا لفظناها لوحدها باللهجة البريطانية ماذا نقول؟ نقول لا نلفظ الار ولكن لدينا هنا كلمة accident بدأت بحرف علة في هذه الحالة نلفظ الار فنقول حتى لو كان حرف العلة الذي يأتي بعد الار في كلمة مختلفة كلمة منفصلة أيضا نلفظ الار إذن سواء جاء بعد حرف الار حرف علة في نفس الكلمة أو في كلمة تليها فإننا نلفظ الار هذه هي الحالة الوحيدة في اللهجة البريطانية التي تلفظ فيها الار أكمل المقالة بالكلمات من الصندوق أكمل المقالة بالكلمات من الصندوق اكتشف لصف الأرض الغابات المطارية تغطي 6% من الصندوق الغابات المطارية الغابات الأكبر موجودة في جنوب أمريكا أفريقيا و من أساسيا الغابات الأكبر موجودة في جنوب أمريكا أفريقيا و جنوب شرق أسيا حوالي 75% من جميع فراغ من الحيوانات التي نعرفها تعيش في الغابات المطرية ماذا سنختار من الكلمات؟ 75% من فراغ حيوانات 75% من أصناف أو أنواع الحيوانات ويتضمن ذلك أو بما في ذلك بعض الطيور الجميلة فراغ والزواحف ذكرنا طيور والزواحف ما هي الطيور والزواحف؟ صنفناها في تمرين صادق أنها من أنواع الحيوانات هل توجد هنا أنواع أخرى معها؟ ذكرنا معها إنسيكس حشرات إذن إنسيكس العديد منها تعيش في الأشجار بارتفاع أكثر من 30 مترا فوق الأرض there are also thousands of different فراغ يوجد أيضا الآلاف من different shape متنوع أو مختلف ما هو؟ نحن نتحدث عن الغابة المطرية ذكرنا وجود الحيوانات وأنواعها ثم لدينا ماذا؟ الآلاف من ماذا؟ المنقرضة، النباتات، الأكسجين، قطع الأشجار كلمة النباتات مناسبة plant الغابة المطرية هامة جدا لنا لأنها تصنع الشيء الذي نتنفسه ما الذي نتنفسه وتصنعه الغابات ونقصد بالغابات هنا النباتات، الأشجار ما الذي تصنعه لنا لنتنفسه؟ إنه الأكسجين، أوكسجين They also help to control the weather إنها أيضا تساعد في السيطرة على الطقس In many rainforests في العديد من الغابات المطرية Loggers have already cut down trees الحطابون قطعوا للتو الأشجار Because farmers want the land لأن المزارعين يريدون الأرض إذن يريد المزارعون زراعة الأرض بنباتات أخرى غير الأشجار غير المثمرة التي لا تفيدهم فالحطابون قاموا بقطع الأشجار Some of the animals that lived in the forest have become بعض الحيوانات التي عاشت في الغابة أصبحت ماذا أصبحت؟ بقيت لدينا كلمة extinct و logging التحطيب أو قطع الأشجار هل الحيوانات أصبحت قطع أشجار أم أصبحت منقرضة؟ منقرضة هي الصحيحة extinct فراغ is a big problem today in much of the world شيء ما هو أصبح مشكلة كبيرة هذه الأيام في معظم أنحاء العالم We must save the rainforest علينا أن نحافظ على الغابات المطرية They haven't disappeared yet إنها لم تختفي بعد But they are in danger لكنها في خطر قلنا طبقة لدينا extinct و logging إذن هنا كلمة logging قطع الأشجار هو مشكلة كبيرة اليوم و كلمة logging بدأنا بها الجملة إذن نكتبها بال capital letter Speaking In groups ضمن مجموعات Discuss what people can do to save the rainforest ناقش ماذا يمكن للناس أن يقوموا به لإنقاذ الغابات المطرية كإجابة مقترحة يمكن أن نقول We haven't done enough to save the rainforest yet لم نقم بما هو كاف لإنقاذ الغابات المطرية بعد We must do much more علينا القيام بأكثر من ذلك Logging has already become a big problem قطع الأشجار أصبح للتو مشكلة كبيرة A lot of trees have already been cut down العديد من الأشجار قطعت للتو Some animals have already become extinct بعض الحيوانات أصبحت للتو منقرضة So we must educate people about the importance of the rainforest لذا علينا أن educate نثقف أو نعلم الناس عن أهمية الغابات المطرية Then we can save the animals and plants ثم أو عندها نستطيع إنقاذ الحيوانات والنباتات that still live there التي لا تزال تعيش هناك and aren't extinct yet وليست منقرضة بعد Write a paragraph about why we should protect the rainforest أكتب فقرة عن لما يجب أن نحمي الغابة المطرية First, write about why the rainforest is important أولاً أكتب لما الغابة المطرية هامة Then write about how we can save it ثم أكتب كيف نستطيع إنقاذها جميع النصوص السابقة التي مرت معنا وجميع حلول التمارين كانت تناقش هذه الفكرة فقط لما الغابة المطرية هامة وكيف نستطيع إنقاذها عودوا لها اجمعوا منها بعض الأفكار وشكلوها في paragraph فقرة ابدأوا بمقدمة لما يجب أن نحمي الغابة المطرية واستعينوا بالأفكار من تلك الفقرات Research box There are four main parts of Erin Forest توجد أربع أقسام رئيسية للغابة المطرية وطار the top two layers cold ماذا تدعى الطبقتان العلويتان هذه المعلومات عليكم أن تبحثوا عنها على الإنترنت وتكتبوها لتجيبوا عن هذا السؤال